في مساء دريم اهتمنا جدا بما كان قد نشره لأستاذ الدكتور حازم يسين أستاذ طب وجراحة العيون بالأصر العيني واهتمامه أن يوضح للرأي العام ويوضح للناس ويوضح للفتيات والسيدات خطورة شراء وتداول العدسات اللصقة اللي بتتباع كده على الرصيف أو بتتباع في محلات الهدايا أو في يعني كنت بقول إمبارح ناقص تتباع في السوبر ماركت يعني والحاجات دي معليهاش رقابة والحاجات دي جزء كبير جدا منها مضروب الميزة فيها أن هي تمنها بيبقى أولاي القوي فالبنت بتتبصت أن هي الله أنا ححط عدسات زرقة ححط عدسات خضرة ففي النهاية دكتور حازم يسين مبارح معنا على التليفون شرح خطورة ده وأنه بيؤدي إلى قرح في العين وممكن يعمل خراج ممكن يعمل سحابة بالقرانية ممكن تنتهي بضرورة زرعة قرانية جديدة وممكن نوصل لمرحلة أسوأ كمان من كده الحقيقة أنه يعني في ناس كتيرة بدأت تتكلم في هذا الموضوع المهم جدا ومبارح على الهواء مع حضراتكم لما أذعنا هذا التقرير وأجرينا هذه المدخلة الهاتفية المهمة مع أستاذ الدكتور حازم يسين وعدنا أن إحنا يعني إحنا وعدنا حضراتكم أن إحنا حنتواصل مع جهاز حماية المستهلك خلونا ناخد هاتفيا سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أهلا بحضرتك السيادة اللواء أهلا بحضرتك فاندم أهلا بحضرتك ده فاندم يعني كابوس جديد من الكوابيس للأسف الشديد يعني عايز أقول معدومي الضمير الناس اللي ما عندهاش ضمير بتسمح لنفسها أن هي تغش أو تضرب في حاجة أو سلعة مهمة جدا متعلقة بصحة الإنسان وتحديدا بعنيه بنظره وبرؤيته ما فيش رقابة على الحاجات دي وبتتباع بمنتهى السهولة دلوقتي وإحنا عرضنا بالأمس ودلوقتي مجموعة صور وعندنا أسماء محلات محددة الحقيقة بتبيع هذه العدسات اللاصقة جهاز حماية المستهلك يا فاندم حيكون دوره إيه في التعاون مع يعني الأصوات اللي زي دكتور حازم ياسين وناس تانية كتير الحقيقة بتقول أنه ما ينفعش تترك هذه العدسات اللاصقة تباع بارح بس كان دكتور حازم بيحكي لنا عن أنه مبارح الصبح بنت عندها 13 سنة ريحاله حالة عينيها للأسف سيئة جدا بسبب استخدامها هذه العدسات اللاصقة هو بالفعل حضرت الجهاز حماية المستهلك في إطار مسؤوليته المجتمعية والمسؤولية القانونية لا يمكن أن يترك مثل هذا الأمر هناك إجراءات سوف يتم اتخاذها طبعا بندرس الأمر مجرد ما ظهر على الأفتاحة بهذه الصورة وزي ما حاسك بتقولي أن العدسات دي ممكن تباع على الرصيف وفي محلات هدايا رغم خطورتها وخطورتها على الصحة العامة للمواطن احنا بالفعل عددنا بشرة إرشادية لتوعية المواطنين سيتم تعممها عبر كافة القانوات أو المواقع الدرامج الإعلامية إضافة إلى الإجراءات الرقابية التي سيتم اتخاذها ثورا التجديد مع الإدارة المركزية في الصيدليات هذه العدسات لابد أن يتم بيعها من داخل الأماكن المراكز الصيدية المرخص فيها أو داخل الصيدليات وأن المواطن هو بيشتريها يبقى عارف أن هي دي مرخص فيها والمنشأ بتاعها معروف فين لأن أحيانا مجهولة المصدر فيه ممكن تؤدي إلى أمراض خطيرة لا يحمد عقبها يعني دلوقتي أنا بشكر حرك جدا دلوقتي جهاز حماية المستهلك حبي يتدخل في هذا الموضوع وحتبدأوا بنشر إرشادية تعمم أو تنشر فيه القنوات المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة زائد حيكون فيه إن شاء الله ضبطيات ومراكبة أكتر على مثل هذه المحلات قط الرقابية سريعة ولو حضرتك عندك أو أي ضرامة إعلامية عندها أسماء محلات معينة عندنا يا فاندم عندنا نوعية سأتواصل مع الزملاء في الإعداد يتواصلوا حاضر وناخد منهم كل البيانات المتاحة لكن لا يمكن أن نستخدم عن هذا الأمر تجاني التنسيط مع الإدارة المركزية للصيدليات كل الجهات المعنية حملات رقابية لضبط أي مخالفات في هذا الشعب إضافة إلى أهم شيء وهو الإجراءات التوعوية والتحسرية للمواطنين عدم التعامل تمثل هذه الأنواع اللي بتتباعها على الأرصفة وتتباعها على المحلات اللي هي مش مرخص فيها بأنها تباع عدسات ساعة اللي هيقول لا أنا ما بعتش معرفتي لأنها هيترتب عليها أضرار لها المواطن لا يمكن علاجها بشكرك سيدة اللوة احنا هنوصل حضرتك بعد إذنك بالأستاذ الدكتور حازم ياسين واستسطب وجراحة العيون بالأسر العيني طبعا يعني معروف لدى الجميع والفريق المعاون ليه الحقيقة هم احنا بالفعل أخذنا منهم أسماء بعض المحلات والصور والفيديوز دي الحقيقة بشكر جميلة ناس من الفريق المعاون لدكتور حازم ياسين كانت مدتنا بيها بالأمس هنوصل حضرتك إن شاء الله بالدكتور حازم ياسين ونتعاون ونبدأ على طول وعايز أقول الحركة أنه الوردوف ماث أو فكرة أنه ننزل على طول على محل واثنين وثلاثة ده هيخوف الباقي فحتى اللي بيعمل كده لو ما روحنا لوش هو هيخاف ويبطل يبيع عدسات مضروبة يضر بيها الناس في صحتهم وربما في جزء غالي جدا من حياتهم أو صحتهم وهي العين بشكرك بشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سعيدة جدا وفخورة وده واجبنا في الإعلام الحقيقة يعني دي نقطة مهمة ويا رب إن شاء الله ربنا يقدرنا دايما أن نكون سبب كده في حاجات مهمة وتوعية مهمة للمواطنين ومرة تانية بشكر الدكتور حازم ياسين وكل الفريق اللي معاه